كيف سيرد حزب الله في قادم الأيام؟ ماكو غير الدفعات الصواريخ ما عنده صواريخ ومسيارات شنو امكاني لكن آني يعني ماكو غير انطلاق الصواريخ يطلعون يعني هسه هم من خلص فادي يطلعوا قادر واحد هسه اليوم اكو صارخ ضربوا اسمه فلسطين واحد او فلسطين اثنين عدهم يعني كم خزين هائل من الصواريخ يقدروا ينفذوا وذولاك العدو يعني ايضا مضادات قبة الحديدية ومقلع داود وغيره وغيره ممكن ان سقط هاي الصواريخ لذلك هو انا يعني اتمنى انه ما يبقى هذا الوضع هيشي ثقي واعتقدي اذا يبقى هيشي راح تبادل هذه الناس يعني يروحون شوداء هواي فلازم يعني لازم يا اما يتوقف اطلاق النار يا اما تتوسع الاشتباكات تتحول الاشتباكات برية هذه افضل شيء اي يعني بالوقت الحاضر افضل شيء هذا طيب كم من الخسائر سيدفع حزب الله في حال توسعت الحرب ووصلت الى الاشتباكات البرية انا فقط اذكر حضرتك قلت قبل قليل بانه لديها بنى تحتية تحت الارض باربع بنايات السنوار اكد بانه غزة لديها سبع بنايات تحت الارض وهي لم تستطع مواجهة الضربات الاسرائيلية فلماذا يجازف حزب الله بهذه الطريقة هذه مشكلة يعني انتي انا بالمناسبة هاي اللي يتكلمون عليها البرينة انا شفتها بعيني يعني يعني ما اريد احبط المعنويات لا بالعكس لكن شفناه هوية الامريكان يعني مثل هاي الصواريخ هذه تدخل ما تنفجر باستدامها بالارض انتبهتي له لا يعني هي ما تدخل مو مو احنا الصاروخ الاعتيادي اول ما يصطدم بالارض ينفجر هذه لا هذه تدخل بسرعة هائلة طبعا تدخل وتوصل الى مدى معين ثم تنفجر فلذلك كل البناء تشوفين انتي يعني كله ينهد يوقع هاي من يفجرون مثلا هاي العمارة عشرين طابق او شي من يضربوها اسرائيل فلذلك في هذا الموضوع هم معدهم رحمة ابدا في هذا الموضوع يعني انا انا فقط يعني اتمنى انه الله يجنب بلادنا يعني قراقي يجنب الاخاصة اليوم بعد هذا اعلان من انسحاء انهاء المهمة العسكرية من التحالف الدولي يعني اتمنى انه يكون فتخبر مريح الى الكل من اجل ان يلتزموا بالهدوء في الوقت الحاضر نعم زين احنا يا سيدتي احنا معدنا عقود كثيرة لتسليح وتسليح عالي هاي العقود متوصل قبل سنة او سنتين هاي الاسلحة لازم تكون موجودة مع خروج التحالف لانه في هذه الحالة ما نبقى مكشوفين من السماء انا اتكلم عن السيادة الجوية احنا الان عدنا كطاقم طائرات عدنا موجود الاف سيكستين سيزنا كاربان والتي خمسين والسي خمسة وعشرين وعدنا طاقم كبير من طائرات السمتية هذا كله ممتاز مدفعياتنا جاي بالطريقة المدفع القناص السيزر وغيرها ممتاز جدا مقاومة مضادات جوية صواريخ امسام الكوري مدى خمسين كيلو ممتاز جدا شبكات رادارات فاحنا ليش اريد اريد هذي الزامن مع انتهاء مهمة التحالف بالمناسبة يعني هاي لكم ترى يعني خلينا نكون واضحين انهاء التحالف ليس قطع العلاقات مع امريكا ترى حصير علاقات ذنائية مستدامة مع الولايات المتحدة الامريكية عدنا عقود وياهم في كل المجالات اشتركوا في القناة